أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنسل على عبده الكتاب ولم يجعل له عمجا قيما ليوذر بحسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ماتفين فيه أبدا ويرضع الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من عر ولا لآبائهم كبر كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إما جعلنا ما على الأرض سينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإما لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرطين كانوا من آياتنا عجبا إذ أروا الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدوك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنا لبأي الحزبين أحصال ما لبثوا أمدا نحن نقص فعريك لبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربقنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندو من دونه إلها قد قلنا إذا شقطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتسلت دوهم وما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم الفقر وترى الشمس إذا قدعت الزارة عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرئهم ذات السماء وهم في فدوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدى ومن يغذل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقابا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات السماء وتربهم باسقوا ذراعيه بالمسقين لم اطلعت عليهم لوليت منهم فغارا ولم ليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعو يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بوليطكم هذه إلى المدينة فليناغر أيها أسكاق عاما فليأتكم بنسق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يغروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في مرتهم ولا تفلحوه إلا أبدا وكذلك أعذرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا غيب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لندقنن عليهم مسجدا سيقولون ثناثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيبة ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمعرفيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستطفيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وانكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربين أقرب من هذا رشدا ونبطوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسحا قل الله أعلم بما لبطو له غيب السماوات والأرض أبصد به وأسمع ما لهم من دونه من وليهم ولا يشرك في حكمه أحدا وقل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واستطف نفسك مع الذين يدرون ربهم بالغداة والرشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن بكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكر إما أعتذنا للوالميننا والأحاق بهم سرادقها وإن يستوثوا يواثوا بماء إن كلم ليشفد وجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا صالحاتهن لا نضيع أجر من أحسن عملا أولمائك له الجنات وعدنية تجري من تحتهم الأمهار يحلون فيها من أسابر ومن باب ويلبسون الثيابا خضرا من سودس وإستبرق متقين فيها على الأرائف نعمت لباب وحسرت مرتفقا وغرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعلاب وحفظناهما من أخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت ككلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لي صاحبهما ويحابره ألا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة وليل رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحابره أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتي لي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا فيرسل عليها حسبانا من السماء فتسبح صعيدا زلقا أو يسبح ماء وغرا فلا تستطيع له قلبا وأحيق بثمنه فأصبح يقلب كثبه على ما أنفق فيها وإي خابية على روشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من تصطرا هناك الوناية من الله الحق هو خير ثبابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فافتلق به نبات الأرض فأصبح هشيما تدرغ الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثبابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وطرا أروا بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرهوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعنتم أن لن نجعل لكم موعدا وبوضع الكتاب فتوى المجلمين مسبقين مما فيهما يقولون يا وينتنا ويقولون يا وينتنا ما لها الكتاب لا يراضر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها وبدل ما من حاورا ولا يغمي ربك أخطا وإن قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وأملكم عدد بئس الوالين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتقل المضرين عددا ويوم يقول نادوا شوكائي الذين زعنتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبطا ورعى المجرمون النار فظلوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وموذرين ويجادل الذين كفروا بالباقل ليدحقوا به الحق واتخذوا آيات وما أنذروا هزوا ومن أعلم مما نقدر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آبانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهجهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرخوا حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا قوتوما فاتخر سبيله في البحر السربا فلما جعرسا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى السفرة فإني نسيت الحرود وما أنسانيه إلا الشيطان أن أدعى القرى واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتبدى على آثارهما قصصا ففجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تسقع على ما لم تحق به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصطي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أخدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهبني من أمري غسرا فانطلقا حتى إلى لقياه لما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا مكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني مذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فمجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فعقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأوين ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل السفينة وسبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخسرنا أن يريقهما تويانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه سكاة وأقلب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنس لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربه أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنسهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأمين ما لم تستطيع عليه صبرا ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا متنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إلى بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف يعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا مكرى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلر على قوم لم نجعل لهم من دونها سطرا وقد أحقنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفطرون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يحجوج ومحجوج في الأرض مفسدون إن يحجوج ومحجوج مفسدون في الأرض فأن نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدى قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني سبر الحديد حتى إلى سوا بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرغ عليه قترا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سرعا أفحسب الذين كفروا أن يتقدوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين غل سعرهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ونقائي فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة رزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتقذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا صالحات كانت لهم جنات في الدوس نزلا خالدين فيها لا يدرون عنها حر ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم فليعمل عملا